المشروع الثالث وهي تم رفع القيمة المادية لللوحات المعدنية بحد أقصى 600 جنيه بدل من 115 جنيه نظرة لأن المواد الخام اللي بتركب بيها اللوحة المعدنية أصبحت غالية السمن فبالتالي طرينا أن احنا نرفع من القيمة المالية لللوحات المعدنية بحيث أنها بقت حد أقصى 600 جنيه بدل من 115 جنيه النقطة المهمة في الفاس القانون في التعديلات كافة التكاتك يجب أن يتم ترقصها وأن يكون بيها لوحات معدنية أمامية وخلفية من وحدات الموضوع حسب بطاقة الرقم القومي لمالك التوكتوك معنى إيه غير مسموح نهائيا لسيارة التوكتوك أو أي سيارة أن هي تمشي بدون لوحات معدنية أو رخص التسريف المنتهية في هذه الحالة حيتم مصادرة التوكتوك ست اللي هو حيتبقوا الكلام دا؟ بالزبط حيتبقوا؟ بيني وبينك كده يعني ما حادش شبابة يعني لا 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 الكلام دا حيتم تطبقوا دير التوكتوك بيركن في المعادي تحت يفطى مكتوب عليها مخالفة سير التوكتوك في المناطق المخططة أنا واضح أذكر على النقطة مهمة التوكتوك في الأصل ليس مسؤولية وصفة الداخلية التوكتوك دخل تحديداً في شهر ديسمبر عام 2005 بناء على طلب أو تم إصراده بمعروفة وزارة التجارة والصناعة في ذلك التوقيت تماماً لأن تسييره تابعاً لقواعد المرور دي مسؤولية الداخلية بقى مسؤولية الداخلية بقى مسؤولية الداخلية حضرتك مش من ساعة ما أول ما جاء بالتالي مسؤولية الداخلية ليه من ٢٠١١٨ بلغاية ما في نقطة عايزة وضح دا في عيال عندها ست سنين بتسوق التوكتوك تجي فشيرها لا بقى على طول دا بيتموا مصادرته دي نقطة النقطة التانية عايزة وضح لحضرتك دلوقتي مصر فيها ٣ مليون توكتوك ٣ مليون توكتوك في مصانع اللي نبنون عليها باللغة المصرين بتاعتنا تحت السلم قامت بتجميع التوكتوك تمام وتم بيعه لأن التوكتوك أول ما ظهر كان بـ ٥٠٠٠ جنيه وخبر حضرتك أول ما طلع كان بـ ٥٠٠٠ جنيه وقع ٥٠٠٠ جنيه وصل ٦٠٠٠ جنيه دلوقتي لا بيقولوا وصل ١٠٠٠ وخبر حضرتك فبالتالي ده مجهود كبير على الداخلية بقى أنها تصادر كل هذا العلد من التكادم غير المرخصة ده مصر فيها ٣ مليون توكتوك فعدد كبير جدا وخبر حضرتك بجانب أن رجال المروض أصلا وصفتهم الرئيسية هو تسهيل وتسهيل الحركة المروضية حضرتك دلوقتي فيه ازدحان مروضي وفيه كسر هل المصادرة دي هتبقى مسئولية الزابط وأمين الشرطة اللي واقف من المروض؟ أه طبعاً ولا لازم شخص بدبطية قضائية؟ لا الضبطية القضائية للشرطة فقط الضبطية القضائية للشرطة فقط فقط لازم بناء على قرار من وزير العدل يعني هتبقى فيه زابط يوقف كل تكتوك ويصدره؟ ولا أمين الشرطة ممكن؟ بالزبط كده ممكن بالزبط راجل الشرطة كلمة راجل الشرطة بتنطبق مع أعلى المستويات لغاية أصغر المستويات في الفيضات الداخلية